السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح نحل الهومورك الخاص بمادة المكان التيار المتناوب موضوع الاكتريكال ترانسفورمرز محولات الكهربائية هذا الفيديو هو من سلسلة فيديوات الخاصة بمادة مكان التيار المتناوب الـ AC Machines طلاب هذا الهومورك الواجب هي الأسئلة موجودة لكم بالمادة في الملزمة الخاصة أو المحاضرة الخاصة من محولات الكهربائية كتريكال ترانسفورمر فسعدنا هذا الهومورك موجودة لكم بالملزمة قائل هنا محولة ساعتها أو القدرة مالتها 15 كيلو فولت أمبير كي في اي هاي 15 كي في اي 2200 إلى 110 فولت ترانسفورمر هذي محولة ستيب داون خافضة من الفولتية البرايمري 2200 إلى 110 2200 هاي V1 وال110 هاي V2 هذي محولة ستيب داون ترانسفورمر مطينا القيم هاذ R1 المطينا قيمة R1 و Secondary Resistance أيضا مطي قيمتها بالأوم وبعدش مطينا أيضا Leakage Reactance Leakage Reactance المحاثة أو الرادة الحدثية X1 Primary Reactance أو Leakage Reactance خاصة بPrimary والLeakage Reactance بالSecondary قيمات المعلومة عندي هذي المعطيات أكتب هنا عاجة يمين أو اليسار هاي الـ R1 والـ R2 والـ X1 والـ X2 عندي معلومة محاولة عرفتها هذي Single Phase Transformer Step Down Transformer من خلال 2200 إلى 110 فولت جديد القدراتها 15 كي في اي شرائد ما عندي بهذا الهومور كالحل الكالكوليت أحسب أول المطلب الأول الـ Equivalent Resistance المقاومة المكافئة و المحاثة المكافئة بها جانب As Referred to Primary يريدها بجانب الـ Primary يعني شرائد ما عندي برامري؟ رائد من هذي R01 هاي الحسابات هنا هذي R01 والـ X01 شو عرفناها؟ اللي هنا وقايل هنا الـ Equivalent Resistance and Reactance Referred to Primary Side يعني رائد قيمة الـ R01 الـ R01 الكلية والـ X01 الكلية بالطرف الـ Primary هذا المطلب الأول المطلب الثاني شو رائد ما عندي الـ Equivalent Resistance and Reactance Referred to Secondary رائد ما عندي مقاومة R والـ X بجانب Secondary الكلية طلاب أنتبه يعني هنا رائد R02 والـ X02 الكلية مطلب الثالث Covalent Impedance الممانعة الزت هنا رائد من Impedance معناها الزت ممانعة الكلية Preferred to Primary and Secondary رائد ما عندي الزت الكلية والمكافئة بجانب Primary وال Secondary يعني رائد Z01 و Z02 صار واضح؟ المطلب الأخير رائد Total Cover Loss الخسائر النحاسية الكلية بالمحولة انتبه نرائد Total Cover Loss الخسائر النحاسية الكلية هذا هو المطلب الأخير اللي هو PCU Total شو راح نحل؟ بعد ما كتبت المعطيات للسؤال هذا هو Mark كتبت المعطيات على الجهة اليمين راح أبدأ حل المطلب الأول الوضع هو المحولات سواء Single Phase أو Three Phase ترانسفورمر أجد الكي اللي هو قلنا عليه نسبة التحويل Transformation ratio الكي شي قولنا V2 إلى V1 والتي Secondary Voltage إلى Primary Voltage لدي V2 قيمته هذا قيمته 110 على V1 اجيت قيمتها 220 بالحاسبة اقسم تطلع عندي 5 بالمئة هانا بالحاسبة اقول 110 هاي V2 الى 220 ويساوي هذي 5 بالمئة كتبتها هذي اجد اول شي الكي بعدها سأجي على المطلب رقم واحد اللي ورائد من R01 والX01 هنها طلاب الشي المعداني مقاومة Covalent Resistance and Covalent Reactors بها جانب قلنا جانب البرايمري معناها شا سونا نقسم لو اضربنا عندي هنها شا سوى كتبنا عندي في قانون او يعني اضرب او قسم قلنا على كي تربيع اللي منسبة التحويل في الممانعات الامبيدس من يقول الممانع اامبيدس معناها عندي R و X اما اضرب او قسم بالتحويل من الجانب البرايمري للسكندري او العكس شا سوينا نا اقول هنا اقول اكتبها اعطي قانون كتبت المحاضرة السابقة كي تربيع شي ساوي لي كممانعات الار زيرو زيرو عال الار زيروان نفس القانون هاذا كي تربيع شي ساوي لي كممانعات اقول امبيدس ممانع اقصد بها امبيدس معناها زت تمثلي ار و اكس فهنا عندي ار زيرو الى ار زيروان او اكس زيرو الى اكس زيروان نفس الشي ايضا ترهام و كذلك يعدينان زت زيرو الى زت زيروان فقط كممانعات يساوينا كي تربيع فشي دي الثاني لدي الار زيروان فمعناش عحصة عندي ار زيروان راح اقسم ار زيروان الى كي تربيع ايضا رب الطرف بي بلوسطة الار زيروان تجهنانه بذلك كي تربيع والكي تربيع تصير بالمقام فاش راح يصعدينان الار زيروان هي عبارة عن شنو وصا عندي هي عبارة عن R1 هي المقاومة هي موجودة بالأصل بالPrimary نقلت فقط R2 فعندي R1 زاد هاي R2 شوانا نقلها لازم أقسم على كي تربية يلا نقلها لازم أقسم على كي تربية يلا نقل R2 فبعد ما نقسمت هنا عندي وأجماحها مع R1 فصالة عندي القانون R2 مثل لي R1 زاد R2 على كي تربية R1 عندي معطات والR2 أيضا معطات والكي تربية عندي هناك 5% أربع هنا أنتبه أربع وأجمع يطلع الناتج R01 ولا أنسى الوحدات نجي من X01 X01 نفس قانون رح يصير هو عبارة عن X1 بالإبراعيم هو بالأساس موجودة مش رح نقل فقط أن نقل X2 فمن أن نقلها لازم أقسم على كي تربية عندي X1 و X2 أجمع هناك قلنا XK سأعدي معلوم قسمنا X2 على كي تربية كي هو 5% أربعها وأجمعها مع 2.6 التوتال يطلع عندي 5.6 هاي شو أسوي طلابنا خلأ أخذها بالحاسبة أقول 2.6 هي مثل X1 زاد كسر إحنا عندي X2 جد عبارة 0.75 75 أقسمها إلى 5% تربيع هاي الكي أربحها لا أنسى التربيع وهي يساوي نانا الاس دي أحولها هذي 5.6 هذي عبارة X01 5.6 أوم المطلب الثاني رائد من R02 والX02 معناها سأعيد معداني مقاومة Resistance والReactance الكلية أو المكافئة بجانب السكندري هنجقلنا هنا سأرجع للقانون هذا الأساس أنا شاريت R02 فمعناها شا سألنا شا عندي بالأساس بالR02 هو عندي مقاومة R02 هي موجود بالسكندري شا راح نقول أنقل فقط R01 فقط أنقل R01 Primary Assistance فمن أقلها راح أضرب في K تربية من أيدي نقول هنالسا أرجع هذي R01 في K تربية فاش راح سأقل R01 R01 أضرب في K تربية فاش صارت R02 هو عبارة R02 بالأساس موجودة مقاومة R02 زائد R01 مضرب في K تربية ما يش تمثل هي تمثل R- يعني هذي هنا نسأل R- في R02 عندي معلومة بالسؤال زائد الكي قلنا هو 5% ربعة تربيع في R01 هو 1.75 هاذا شو أسوي طلاب هنأجيب الحاسبة أقول R02 هو عبارة عن 0.45 زائد 0.75 أربحها في R1 هي عبارة عن 1.75 أوم ويساوي هنا SD فأطرع عندي المقاومة R02 هي 8.875 في 10 2-3 ولا نسأل 1 أوم أجي كذاك X02 نفس الحالة يقول X2 زائد كي تربيع في X1 نفس القانون سيكون أيضا أجمعها هنا ويطلع الناتج أجل المطلب الثالث والأخير Z الـ الـ الكلية Z01 و Z02 من خلال قانون في الغورس Z01 شي ساوي تحت الجذر R01 تربيع زائد X01 تربيع عند R01 من المطلب الأول عند هاي R01 وعند X01 يطلع عند الناتج Z Z01 أجعل Z02 كذلك في الحالة تحت الجذر R02 تربيع زائد X02 تربيع وهنان هنا أجمع ولانسى التربيع بالقانون عندي مجموعة في الغورس ويطلع عند الناتج هذا المطلب الثالث المطلب الأخير خسار نحاسي المطلب الناتج الناتج تربيع وقال عندي واحد ثابت في المطلب والتيار تربية في المقاومة في المقاومة سيكون تيار تربية في المقاومة سيكون عندي عندي تيار أخذ عندي عندي مثل I1 أو I2 ما عندي إشكال المقاومة بالنسبة للنسبة للخسارة النحاسية فإذا أخذت عني I1 أو I2 سيكون صحيحات في الخسارة النحاسية أنا دائما هحسب بالسكندر يعني I2 تيار ل I2 تربية في المقاومة يا مقاومة ما قدر أقول في R2 ليش؟ لأنه الكلية total فهنا هحيصير في R02 بعتبر R02 يتمثل المقاومة الكلية أو المكافئة فهذا القانون عنديك حساب الخسارة النحاسية الكلية أما من خلال القانون أو داري دعم جانب برايمري فشقول هنا هحيصير القانون I1 تربية في R01 رح أصير يطلع نفس الناتج فهما تاخذ الخسارة النحاسية الكلية total بالسكندرية أو المكافئة نهادة الصحيحات ال R02 عندي حسبت هذه قيمتها شعندي مجهولة I2 I2 من القانون عندنا apparent power يساوي لل S على V2 لأن S قدرة الظاهرية apparent power للمحولة لأش يساوي للتيار في VOLTIER سواء كان بPrimer أو Secondary هنا هاته الصحيحات فهنا عندي I2 في V2 أو I1 في V1 هنا هاته الصحيحات فالسيدان I2 فاشاقول البعيد على القريب ال S على V2 ال S قدرة قيمته مستعش كيلو يعني 15x10x3 ال V2 110 أقسم يطلع عندي تيار I2 هذا تيار I2 عوض هنا تربيع في R01 وانا عندي هاته 8.875x10x3 ويطلع عندي الخسارة النحاسية الكلية هذا هو السؤال او ال Homework نقوم واحد هسه جعل ال Homework نقوم اثنيا تابع طلاوية هاته ال Homework نقوم اثنيا عندي سؤال ينبيه مطينا محولة ساعة هاته المحولة 500kVA اي بعد اكتب المعطيات محولة 3800 الى 400V اي محولة ال TAPEDOWN TRANSFORMER ال TAPEDOWN TRANSFORMER ال TAPEDOWN TRANSFORMER ال TAPEDOWN TRANSFORMER محولة مطيني البيانات هذه المحولة معلومة عندي ال X1 وال R2 وال X2 وال R2 وال X2 وال X2 ال R2 وال X2 ال SECONDARY REACTANCE كتبتنا هذين القيام R1 X1 و R2 و X2 اش رايد مني بهذا السؤال فايند وجد The Percentage Voltage Regulation رايد ما عندي ال VR او منظم الفولتية او تنظيم الفولتية بالمية نسبة مئوية طلاقها ملاحظة ال VR او ال Voltage Regulation والكفاء ال Efficiency تحسب بالمية نسبة مئوية of the transformer when supplying full load current at a power factor or point 8 lagging حد قيمة ال Power Factor عام القدرة point 8 lagging هاي الكلمة lagging معناها ان التيار او الحمل هذا حثي والتيار الحمل حثي التيار يتأخر عن البولتية المقدار الزاوية اللي هي الثيتة فينها عاد ال VR بالمية at o point 8 باور فاكتر lagging شوان احسب ال VR هنا عندي شوان القانون مع ال Voltage Regulation هنا عندي قانون Voltage Regulation قوانين خاصة بالمحاولات هاي القوانين الخاصة بالمحاولات سوى single phase او three phase هاي الملزمة مع القوانين للمحاولات رح انزلها ان شاء الله كرابط اسفل هذا الفيديو تقدر تحملها نجي الى موضوع ال Voltage Regulation هذا ال Voltage Regulation للمحاولات هذا هو عندي قانون Voltage Regulation سوى هنا قال لي اذا lagging او unity الحمل عندك اللود lagging او unity فالقانون يكون زاد هذا القانون يكون زاد فهذا ال VR رح اكتب القانون عندك هذا القانون هنا المحاولات هذا ال VR يمثل لي E2 ناقص V2 على V2 هذا البسط ال E2 قلنا Voltaite اللاحة من No Load ناقص V2 Voltaite الحمل فVoltaite اللاحة من No Load ناقص V2 ثلاثة V من خلال الاشتراق اشتقاق عندنا لحيكون ال I2 كبسط ال I2 تحقاوس ال R02 في كوسين في 2 زائد ليش قلنا زائد هنا المناقص لأنها يحدي الحمل lagging السؤال متأخر زائد X02 في ساين في 2 سد القوس على V2 في 100% في 100% بعد ما اكتب القانون لل Voltage Regulation وقبلها لازم احسباني بالمحولة لقلنا احسب الكي احسب الكي فالكي هنا عندي V2 الى V1 شقدر V2 400 الى V1 3800 يطلعت الناتج 0.1053 اخذ اربع مراتب ورا البوينت او الفارزة شعدي سي مجهول بالقانون عندي هناس ال I2 مجهول شو نحسب ال I2 ال I2 نفس الحارقة نحن عندك هذا ال S يساوي ال I2 في V2 فال S على V2 البعيد على القرير ال S قيمته 500 سعة المحولة أو القدرة المحولة 500 في 10 على V2 على V2 ويساوي لي 1250 أمبير هذا التيار مجهولة 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 كي تربيح في R1 زاد هنا عندي R2 زاد كي تربيح في R1 عندي R2 بالسؤال ها قيمته وعندي R1 وال K حسبته هذه الكيات تربيح لا أنسى التربيح لل K ويساوي يطلع عندي الناتج R02 أجعل X02 نفس الحالة كذلك X2 زاد K تربيح في X1 ورح نقل زاد رح نقل X1 أضره هذا كل شيء مثل X1 كذلك هنا عندي R1 نقل الناتج سيطلع عندي نقل 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 الناتج يطلع عندي الناتج لأنسى الوحدات المقامل لقامل R تقاس بوحدة هاذا بنسبة R و X سأعدي معلومات نحن للكوسين كوسين في 2 0.8 هذا 0.8 السين شونا نستخرج السين كوسين طلاب سونا نستخدم فيديو على هذا الموضوع شونا نستخرج السين من خلالك كوسين هنا أقول Shift كوسين سيطلع عندي كوسين انفيرس المن لل .8 0.8 سد الغوس يزاوي تطلع لي هاي الزاوية الفايتو هاي الزاوية الفايتو أنا ما يدي الزاوية شريد السين فأقول سين هذه الزاوية الأنسر 36.86 رح يطلع عندي السين 0.6 أو 0.6 هاي فالكوسين 0.8 والسين 0.6 صار عندي معلومات الفايتو هي 400 وأضرب في 100 يطلع عندي الناتج هذا عوض بعد ما أكتب القانون أجد المجهول لهذا القانون بعدها عوض وطلع الناتج فالشي سونا الناتج عندي رح أعود مباشرة كسر 1250 هذا التيار الآي 2 فيه نفتح قوس تقدر R02 هي ثنيا بوينت ثنيا ثمانية أربعة في عشرة ناقص ثلاثة فيه فيه أنا عندك فيه أو بوينت ثمانية زايد عرقنا للزايد لعنلاقينج X02 تسعة بوينت ثنيا أربعة تسعة في عشرة ناقص ثلاثة سد القوس أو عفوا عنده بعد السين 0.6 فيه 0.6 سد القوس هذي البسط المقام 400 فيتو هيطلع عندي هذا الناتج طلاب هذا الناتج ما مضروب فيه مئة لازم أضروه فيه مئة فيه مئة يطلع عنده 2.3 بالمئة هذي يمثل لي الـ هذا السؤال أو الهومورك الثاني عندك هذي الـ بوينت ثمانية هذي حاولنا الـ بوينت ثمانية شون من خلال الـ أو الـ بوينت ثمانية نقدر عرقنا شون نستخرج الساين هايدا خطوات بالحاسب نستخدمها السؤال الثاني أيضا للـ الموت الجلوس سؤال المحول شهر 20kVA المحوولة 6000 إلى 130. المحولة اخافضة دران مناش مطيني طلاب مطيني ال-R1 هاي معناها ال-R1 وال-R2 شو عرفتهن؟ منيقايلي اول شي لبرايمري بعدين secondary علم للمقاومات هاو resistance فمعناها هاي ال-R1 اول شي وهذا ال-0.016 هاي ال-R2 اصلا عندي معلومات اكمل السؤال The total reactance of the transformer refer to primary مطيني المحاثة او الرادة الحاثية الكلية ال-X total بيه جانب بجانب برايمري بيه برايمري شعندي معناها هاي is 23 اوم هذي معناها ال-X-01 انتباعلي هاي ال-X-01 لانا قالي total rectance rectance هو ال-X وال-Total يعني معناها 0-1 او 0-2 بيه برايمري في معناها 0-1 قيمته 23 اوم و اضع نفس السؤال السابق المصر او بوينت ثمانية لاغنب باور فكتر نفس السؤال السابق المصر او بوينت ثمانية لاغنب باور فكتر نفس الحال ناجد ال i2 استخرج ال i2 عم s على v2 عندي ال s 30 kva عندي ال v2 اقسم يطلع عندي ال i2 ال r02 شوان استخرجها نفس السؤال اللي قبل حليناهم ايضا ال r02 هو عبارة من ال covalent resistance refer to secondary side يعني r02 عندي بال r02 عندي r2 زائد ال r1 ال r1 من انقلها في السكندر لازم اضرب فيه k تربية فاضربت فيه k تربية k تربية في r1 يمثل لي r1 dash هسا شو سوى بالحاسبة عندي نانا عوض كتب القانون عوض هسا قيمة r2 عندي معلومة وعندي قيمة r1 ايضا معلومة وال k حسبته لانسى k تربية ويطلع عندي الناتج r02 هذا بالنسبة r02 ال x02 هنا انتبهوا اياي هو مطيل x01 فشريد الثاني اريد x02 فاش راح يسوى عمل استخرجه اقول انا ال x02 شي ساوي لي هو عبارة عن x01 ال x01 راح انقلها للسكندري فال x01 من انقلها للسكندري لازم اضرب في k تربية فانا عندي هاذا ال x02 شي ساوي لي ال x01 مضروف في k تربية من انقلاني كممانعة فقط نقول impedance z او r و x الكلية total او equivalent من انقل من primary الى السكندري اضرب في k تربية والعكس اقسم على k تربية ها عندي باوع من اريدان السكندري كتبتها من اريد السكندري سوى r02 x02 z02 شي ساوي لk تربية في r01 بما نصري دان x02 اريد فهنا حصادي x02 و هنا x02 شي ساوي لي k تربية في x01 هاي خصيتكم مواضحا فعندي k هنا عندي k وال x01 23 يطلع بالناتج ااخذ ال 4 مراتب ورا point cos و sin كيف نستخرجها نفس هاي cos و sin نفس المثال اول سؤال اللي قبله V2 230 و السؤال 230 نفس الحالة بعد ما كتبت القانون وجدت المجهول للقانون اعوض اي التعويض عن i2 و هنا عندي r02 x02 و cos و sin و هنا عندي الاشارة لحنال لقائل نحنال اذا قائل لاقنج او unity القانون او إشارة زائد فقط في حال منيقول leading متقدم عندي عن حمل سعوي فالقانون يكون мин نقص هاي د stor leading فالإشارة تكون نقص اما في حال lagging او unity فالإشارة تكون زائد بعد ما كتب به سنال عوض اضرو في 100 ناتج نهاية يطلع 3.54 هذا هو السؤال الثاني من الهومورك رقم الثاني سنجل الهومورك الثالث والأخير نا رايد ما عندي أول السؤال ايش قايل لي محولة قدرتها 20kVA هاي الأس قدرة الظاهرين المحولة 20kVA single phase transformer frequency 50Hz بمناسبة هذا frequency اذا ما معلوم عندي فأفرضه يقول let in Iraq 50Hz التردد المستخدم بالعراق هو 50Hz أما السعودية هو 60Hz يكو بعض الدول 60 هذي محاولة 2220 إلى 200V هاي محاولة stay up down يعني 2220 هو V1 والميتين هو محاولة ننتبه نحن نتعامل بين المحاولة نتعامل أما يعني تكون خافضة أو رافعة حسب الربط عندي حيكون فأتعامل بين المحاولة ك low voltage و high voltage ك low voltage اور up and high voltage La B HOY VOLTAG فالـalifying 2200 يمثل ليه هذي مثله هي The high voltage و الميتين هو يمثلي insane معنا غابة نتعامل المحاولة الأـ The open circuit test ت PRIMARY esas Sci我要 بيوان الفين ومئتيين والباور تيكن قدرة المسحوظة الماخوذة مئتين وعشرين واط بمنازل احنا قلنا من الموحات السابقة ترجع للفيديوهات السابقة قلنا الاوبن سيركت تيست الفادي من عنده هو الحصول على الخسار الحديدية الايرون لوسز فهذه القدرة مئتين وعشرين هي الخسار الحديدية تمثل البي اي اي بي اي اما من خلاج الشورت سيركت فاحسب الممانعات الممانع الكلية الزت والار الكلية والاكس يعني الزستنس والرياكتنس والامبيدس الكلية حسب وين موجود الشورت سيركت ماتل براميتر جاني برايمري او السكندري وكذلك حساب الخسار انه حاصية الشورت سيركت فمطينا الباور ريكوايرد الشورت سيركت تيست الباور ريكوايرد تو سيركولايتد فول لوت كارنت ان شورت سيركت سكندري ميتين واربعين واط هاي تمثلي الباور شورت سيركت ونفسه ايضا خسار انه حاصية اللي ميتين واربعين واط هو قايحنا الباعل بحاط الفول لوت كارنت فمعنا الباور شورت سيركت ميتين واربعين واط كالكولايت احسب الكفاءة قات فول لوت هاف فول لوت يعني احسب الكفاءة بالفول لوت بالحمل الكامل وبنصف الحمل هاف فول لوت عديها باور فاكتر او باور ثمانية لاغينج باور فاكتر هان ما عندي فاجي اول شغلة سوية قلنا بموضوع المحولات احسب الكي فالكي شي ساوي نانا V2 الى V1 فهي الميتين الى الفين وميتين يطلع عندي باور واحد قانون الكفاءة الايفيشينسي هو يمثل الباور اوتبوت الباور اوتبوت على الباور اونبوت في مية بالمية بس احنا قلنا اكو قانون اشتقيناه الكفاءة المحولة موجودة ايضا عدتك بالفيديوهات مالذة المكان التيار متناوب هنا عندك هالكفاءة الايفيشينسي هذا القانون عندك فالكفاءة الايفيشينسي شي ساوي نانا الاكس فيه فاللود والت امبير فاللود والت امبير هالي يمثل الاس قدرة المحولة الظاهرية فيه الباور فكتر كوساين فاي على الفاللود والت امبير فيه باور فكتر زاد P i الخسار الحديدية زاد الخسار المحاسيه P c u فانا عند الباور اوتبوت على باور اوتبوت زاد اللوسز باور losses باور لوسز بما انه فتيار i2 فانا عند ال بولتية في كوساين فانا عند هذه المحولة يضطيني القدرة قدرة ظاهرية ال-S هي عبارة الوحدة ماته Vault-T-F-T-T-R Vault-T-T-R واضره في Power Factor صاع عندي Power Output أما بالمقام هي Power Onput Power Onput مين جايتني من Power Losses من المحاولة عندي خسار حديدية وخسار نحاسية مجموع ويه Power Output يمثل لي Power Onput أما هذا ال-X فهنا ال-X هو يمثل للFraction أو فلود أو لود الفركشين أو فلود نجسل السؤال نرجع فأول شي يحسب الكفاءة الفيشينسي قات فلود فأكتب قانون الكفاءة الفيشينسي قات فلود يساوي هناك النفس القانون يكتبه الـ X في فلود بولت أم بير في بور فكتر على الـ X في فلود بولت أم بير في بور فكتر زائد خسارة حديدية P-I زائد خسارة نحاسية P-C-U أضروا في X تربيع لماذا X تربيع؟ لأن خسارة نحاسية P-C هو عبارة عن تيار تربيع في R فمن الموانا التيار تربع فهذا X تربع عندك هؤلاء X يتمثل هنا حسب نوع الحمل الفركشين أوف لود جد يساوي عندك الحمل فلود معناها مية بالمية فمية على مية هي واحد مية على مية هي واحد فقيمة X هذه هنا واحد أكتبه وما كتبه ما يأثر عندي بعد استطلاب أعوض الـ X قلنا واحد ما كتبه ما يأثر أو كتبه ما عندي أشكال فلود فولت أم بير قدرة المحولة أشقيد عنها 20 كيلو KVA ف20 في 10 أس 3 فيه الـ Power Factor أشقيد من الطينية بالسؤال 0.8 أي 0.8 البسط المقام نفسه أيضا زائد الـ Losses لدي خسارة حديدية مذكورة 220 ها الخسارة الحديدية 220 زائد خسارة نحاسية أشقيد 240 في 100 في جناب الحاسب عندك عندي البسط 20 فيه 10 أس 3 20 كيلو فيه الـ Power Factor 0.8 البسط المقام نفس الحالة 20 فيه 10 أس 3 فيه Power Factor 0.8 هاي Power Factor زائد خسارة حديدية PI 220 زائد خسارة نحاسية PCU قيمتها 240 من السؤال ويساوي نانا SD أدوس طلع عندي 0.97 طلاب هذي مو الكفاءة هاي الكفاءة إلا ضرب في 100 فهذا الرقم طلع عندك بالحاسب ها مو كفاءة إلا ضرب في 100 الكفاءة هي percent نسبة مئوية نفسها وأيضا عندك voltage regulation أيضا نسبة مئوية فيسا أضرب في 100 أنا مو كفاءة عندي الكفاءة 100% فهاي الكفاءة 97.2% كفاءة 97.2% هاذا عندك كفاءة أما الكفاءة أعط half full load فمعناها 50% نصف الحمل فالx هذا x قلنا متغير خمسين بالمئة خمسين على مئة كيفية قيمة الـ x هاي يضلا هنا 0.5 فهنا عندك واع الـ x 50 على مئة نصف الحمل half full load 0.5 فهنا عندك الـ x 0.5 نصف فحكت بالقانون نفس القانون راح يصير عندك هذا نفس القانون هنا نعوض مباشرة القيمة الـ x تأثر عندي بالناتج سابقا بالـ full load قيمة واحد ما تأثر عندي بس سحة تأثر عندي عوضها 0.5 لازم اكتبها والبقية نفس الحال هم يصدك هنا 20 كيلو أو kba power factor نفس ايضا عندك كذاك بالمقام هنا خسارة حدلية 22 خسارة نحاسية 240 بس لكن هنا عندك الـ x من أقولك حسب الكفاءة add half full load بالـ x قيمته هنا 0.5 أربح التربية عرفنا إيش تربية بعد ما عوضت بالحاسب أيضا بس على مقام يطلع الناتج أضرب في 100 يطلع الناتج 0.6 بالمئة هاي الكفاءة add half full load أو أي كفاءة يقول لي حسب الكفاءة add 70 بالمئة 8 90 75 40 أي كفاءة يقول لي يكتب هذا القانون نفس القانون رح أكتبه هذا فقط يتغير عندي الـ x هذا الـ x يتغير عندي جديد قلب 70 100 معناه 0.7 8 يعني 80 على 100 0.9 90 بالمئة معناه 90 على 100 0.9 فس فقط الـ x يتغير عندك وأما full load volt mb report فكتر عندي هذا بالسؤال الخسارة الحديدية أحصلها من خلال open circuit test أما الخسارة النحاسية هذا السؤال هو مطني 140 في حال مطانية شو نحسب الخسارة النحاسية أقول تيار تربيع في R تيار تيار تربيع في R وكتر هنا خسارة النحاسية الكلية فتيار تربيع في R 0 قبل اللي حلينا هذا الفيديو هذه الخسارة النحاسية وبنح موضوع هذا موضوع الفيشين سيلك فا جدا مهم نجي إلى السؤال الأخير من الهوم ورقم ثلاثة أيضا على موضوع open circuit test وال short circuit test هنا قال لي obtain the equivalent circuit هاي obtain معناها أرسم الدارة المكافئة لهذه المحولة مطين هنا بعض obtain معناها أرسم أو draw يقول لك equivalent circuit الدارة المكافئة هاذا محولة 200 إلى 400 فولت محولة step up رافعة للفولتية من 200 إلى 400 فال V1 هي 200 وال 400 هي V2 وقلنا أيضا هنا نتعامل هنا محولة ك low voltage و high voltage حسب الرابط للمحولة 200 هو يمثل low voltage و 400 هو يمثل high voltage 50 هنا to single phase transformer from the following test data مطين البيانات open circuit test and short circuit test هنا أنتبه معي حل الموضوع open circuit and short circuit 70 70 20 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 من خلال الربط voltmeter و meter و wattmeter فالVoltee V1 مطينا 200V و 27A و 70W هاذا وين؟ قايل لي بجانب low voltage site فاجهنا عندي الopen circuit test بيها جانب بجانب low voltage جانب low voltage يمثل لي يمثل لي primary هذا يبقى على ابتداء primary هذا اللي هو V1 فمطينا نقراءات بجانب primary يعني مع هاي V1 هاي V1 التيار هنا ما قدر يقول تيار I1 ليش لنهات احنا قلنا بالopen circuit دارة عندي open بدون حمل no load فالتيار المسحوب هو فقط تيارة ديش يدخل في ملفات primary اما السكندري فما عندي تيار لان ما عندي حمل فالتيار I2 صفر اما التيار هاذا دارة عندي 0.7 امبير تيارة قليل جداً هاذا يمثل لي تيار no load تيار لا حمل فالi not هو 0.7 امبير طلاب هاذا موضوع open circuit و short circuit اكو فيديوهات موجودة عندكم بالقناتي يشرح موضوع open و short circuit بالتفصيل اما هاذا الفيديو فالفقط هو حل المسال ترجع خليل قليل التفصيل شون صار عندك هذي ترجع للفيديوهات فالتيار هاذي مثل تيار اللاحم I0 0.7 امبير وهاذي الخسائر السبعين واط او القدرة هاذي هاي تمثلي احنا قلنا الفائدة من open circuit هو حساب الخسار الحديدية I0 فهاي تمثلي PI سبعين واط قلنا بها جانب low voltage site معناها عند البراميتر القراءة والاختبار المحاولة open circuit والمتر والمتر موجودة جانب primary اللي يمثلي نفسه هو low voltage اما عندك short circuit تيست فهي الفولتية هنا خمسة عشر فولت عشرة امبير 85 واط بها جانب هذا الجانب high voltage site وين صار عند جانب high voltage هاذنا اللي هو ال400 فهذا جانب high voltage اللي مثل نفسه اللي هو secondary هاذا بقع high voltage 400 ومثل الجانب secondary فمعناه هنا عندي القراءات البراميتر من خلال voltmeter والمتر والمتر الشورت سيركيت وين موجودة بال high voltage يعني بجانب ال400 بولت جانب السكندري فتمثلي هاذي بالفولتية الشورت سيركيت تيار الشورت سيركيت وهذا ايضا الباور شورت سيركيت جانب high voltage فاول شي ما عندي ارسم الدار المكافئ بعضش ايضا ايش راضي بهذا السؤال calculate احسب the secondary voltage voltage secondary when delivering 5 kW at 0.8 power factor lagging عند باور هاذا power factor the primary voltage V1 قيمته 200 volt وهذه نعدل النواتج النهائية اول شي طلاب هنا عندي هذا المطلب الثاني نفس اللي حلينا قبل هذا الفيديو نزلت لكم فيديو حل السؤال حساب the terminal voltage أو the secondary voltage نفس هذا المطلب اول شي بالبداية بعد ما اختبت المعطيات شا سوي هنا ارسم الدار المكافئ هذا ارسم الدار المكافئ نوع عندك هذا رسم الدار المكافئ الرسم equivalent سيركت refer to primary أو secondary نوع ما محدد بها جانب ارسمها بprimary أو secondary فتختار اما secondary أو primary هنا انا ارسمها بجانب primary فان هاذا الرسم حيكون عندك نانا بجانب primary هنا كل ايشي عندي component رح نقله من secondary إلى primary فانا عندي هاذا تيار الايوان هاي دارة ال exact equivalent circuit يعني دارة بالضبط موجود عندكم بالمحاضرة ال exact فانا عندك هاذا تيار التيار اللاحمي اللي قلنا بوين 7 امبير وال iw وال im هنا هرسم هاذي هاي الدارة ارسمها بس من ارسمها مو فقط كرموز يعني نقل فقط R01 و X01 لازم قيمتها ايضا وياها فانا هانا هرسم هاي الدارة اختار انا اما secondary او primary انهو محدد ارسم الدارة بها جانب primary أو secondary انا هرسم هاذا الجانب من خلال open circuit test راح احسب اقدر احسب ال iw وال im وال r0 وال x0 هاذا من خلال شنو هو open circuit test اما من خلال short circuit test فاقدر احسب ال r وال x الكلية سواء r01 أو x01 حسب short circuit وين صال عندي هاذا هو المطلب الاول اللي هو ارسم الدارة المكافر فاسته نجي شوان راح ارسم بعد ما ارسم انا ارسم بداي ارسم او بالاخر ما عندي اشكال انا باخر اشياء رسمتها فاجأ اول شنو ساحسب ال iw وال im وال r0 وال x0 من خلال open circuit test فبعد ما كتبت المعضيات اجي احسب k v2 ال v1 وين قدر v2 400 الى 200 يطلع عندي k2 وين step up محاولة رافعة اجي ال open circuit test قلنا من خلال open circuit test اقدر احسب ال iw وال im وال r0 وال x0 اجي ال iw اشي يمثلي هو ال i0 في cos phi0 انا عندك قوانين ذنية ما لا احنا عندك ال iw انا من خلال no load او نفسه هو ال open circuit ف ال iw يمثل ال i0 في cos phi0 وال im يمثل ال i0 في sin phi0 فاجعل ال iw يساوي ال i0 في cos phi0 ساعد قيمة تيارة اللي احمل point 7 ال open circuit test يعني اجي فقط على open circuit تيارة get point 7 cos هنا انا حيجي واحد وستاذ هي point 8 لا هي مو point 8 هذا point 8 lagging power factor معنى عندي حمل بال load اما open circuit هو حسبنا معنى ما عندي حمل ال no load فشون احسب ال cos phi0 هنا عندي مثلي 0.8 cos phi2 فcos phi0 شي ساوي لي اجي فقط اجعل الخسار ال open circuit test فعندي الخسارة حديدية pi شي ساوي لي يساوي لي تيار اللي احمل في V1 في cos phi0 phi0 باش عندي مجهولاني cos phi0 شي ساوي لي الخسارة حديدية pi البعيد على القريب V1 V1 في I0 احنا عندي باحة الخسارة الحديدية pi شي ساوي V1 في I0 في cos phi0 هاي ال cos هو المجهولة شي ساوي البعيد على القريب عند الخسارة الحديدية 70 V1 ميتين عندي في I0 0.7 قسم يطل عندي cos phi0 0.5 فانا ال IW هو عبارة عن 0.7 في 0.5 ويساوي لي 0.35 0.35 امبير كمنا ال IW ال I M شون احسبه نفسه I0 فبدالي cos راح اصعدي sin وايضا شون احسب الساين ان انا اجيب الحاسبة اقول اقول cos inverse لل point 5 سد القوس يساوي 60 sin هذه الساين الانسر يطلع عندي 0.8 أو 866 هاي 866 في I0 point 7 ال IW و I و IW و IW و IW و IW و IW و IW So This is Resistance & Rexus No Load و Choon و X تقوم On Ohm vroltear Nur V1 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 I1 V1 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 أما الـ X0 هو عبارة عن فولتية قانون الـ Ohm فولتية اللي على اطراف المحاثة الـ V1 على التيار ديمر بها يا تيار ديمر بالمحاثة الـ IM فأنا أقول الـ R0 V1 على الـ IW تقدر V1 200 على الـ IW 0.35 أقسم يطلع عندي الـ R0 تمثلي 571.4 Ohm والـ X0 كذلك V1 إلى الـ IM أقسم 200 إلى 0.61 ويطلع للناس 327.8 Ohm هذا الـ X0 هاي من خلال الـ Open Circuit Test أحسب الـ IW أقدر أحسب والـ IM والـ R0 والـ X0 صار عندي معلومات صار عندي هذا الفرع التوازي كلها صار عندي معلوم شبق عندي بقعد المقاومات الكلية الـ R0 1 والـ X0 باعتباران هاي دار المكافئة بجانب الـ Primary فـ R01 و X0 هسا اجي على Short Circuit Test من خلال Short Circuit Test منذ الخلال؟ بدلنا قيم قلنا شون نفاذة من خلال Short Circuit Test أحسب المقاومة أو الـ Impedance الكلية Z والـ X والـ R الكلية حسب وين موجودة عندي Short Circuit هسا Short Circuit وين صار عندي موجود؟ قلنا Short Circuit صاري بجانب High Voltage اللي هو يمثل شي يمثل لي High Voltage هالي الـ 400 يمثل لي السكندري فمعناها اقدر احسباني من خلال Short Circuit Test اقدر احسب R02 والـ X02 والـ Z02 لين البراميتر للـ Short Circuit موجودة بجانب السكندري جانب High Voltage فأول شي يحسب R02 شي يساوي لي Board Short Circuit على تيار Short Circuit تربية هنا عندك هاي Short Circuit الـ Power Short Circuit شي يساوي تيار تربية في R02 أو R01 فانا عندي R02 ليس قلنا R02 لانه Short Circuit موجودة بجانب السكندري لو كانت بالبراميتر قاعد لي بالـ Low Volt يعني بجانب الميتين فمعناها قدر احسب R01 والـ X01 والـ Z01 فانا عندي R02 شي يساوي لي Power Short Circuit على تيار Short Circuit تربية من جهة القانون من خلال قانون الخسار الحديثي النحاسية الخسار النحاسية شي يساوي لي تيار تربية في الـ R هاي تيار تربية في R صار واضح؟ في الـ BOWER Short Circuit على تيار Short Circuit تربية شي يساوي عندي الـ BOWER 85 من السؤال تيار عندي عشرة تربية لانسة تربية ربعة يطلع عندي R02 0.85 Ohm هاي الـ R أما الـ Z شو نحسب الـ Z Z02 قانون الـ Ohm فولتية على تيار بس هيا فولتية تيار Short Circuit 15 فولتية تيار عشرة يطلع عندي 1.5 Ohm هذه Z02 تربيع ناقص R02 تربيع عوض يطلع عندي 1.359 Ohm هذا طلاب شنو هذا؟ هذا هو يمثل لي R02 والـ X02 والـ Z02 لكن بالحقيقة أنا شاكدنا وين حاق لي هانا الدائرة ما تحتكون بها جانب جانب برايمري فبعنا أريد R01 والـ X01 والـ X01 فاشرح الزوان هنا؟ رح أنقل هذه R02 أنقلها من secondary إلى primary فمن أنقل أقسم على K تربيع فهنا أقل R01 شي يساوي R02 على K تربيع عند R02 هاي بوينت 85 هاي بوينت 85 على K حسبت الكياني 2 ف2 تربيع ويساوي كذلك عدل X01 أما غيضاً X02 على K تربيع يطلع عندي وكذلك عدل Z Z02 رح أنقل على K تربيع يطلع عندي الناتج بعد ما أطلع عندي الناتج هنا أنا أرسمها بالرسم سأعدي R01 والX01 ونعدي Z01 هاي الزدار المكافر هاي المطلب الأول هذا السؤال هذا أرسم مع الناتج فسأعدي هنا R01 والX01 لأنني قاياً لما عندي موجودات هاي R01 571 و 27 هاي والR01 والX01 بتقريب المقاربة الناتج I.21 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 R01 والX01 0.31 I.31 بتقريب 0.31 هاي نجي السؤالة الحساب secondary voltage أو terminal secondary voltage شون أحسب هنا طلاب هذي تبهوا إياي هنا عندي التقريب المطل المطل و مقارن 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 ال E2 ناقص voltage الحمل V2 وهنا ال Delta V هذا يدروب voltage شي ساوي لي هذا يدروب voltage شي ساوي لي E2 No load voltage هذا ال E2 ناقص voltage الحمل E2 ناقص V2 هذا يدروب voltage شي ساوي لي هو عبارة عن I2 من خلال ال Regulation هنا عندي ال I2 هذا هنا عندي هذا E2 ناقص V2 يمثل لي Delta V فالDelta V هو عبارة عن شنو ال I2 في R02 في كوسين في 2 زائد X02 في ساين في 2 فقط البسط أخذ فقط البسط هذي يمثل لي كل هذا Delta V ليش هنا إشارة زائد لأن هنا عندي قاية للحمل شنو يحمل Lagging هاي Lagging بور فكتر فكان صار زائد أما دا قال لي Leading ناقص وال Unity وال Lagging زائد إشارة زائد في ناس عند هذا Delta V وال E2 هاي فولتة اللاحمل هاي أربعمية أربعمية آن هاي ال V2 اللي رأي هاي ال V2 عندي مجهولة هاي ال V2 هاي عندي مجهولة اللي هو رأيت Secondary Voltage أو Secondary Terminal Voltage فأجي السه ال I2 شون أحسب ال I2 وال R02 ال Cosine وال X02 وال Sine في I2 بعد ما كتبت القانون هذا القانون اللي هو الدلتا V دلتا V مثلي شي ساوي لل E2 ناقص V2 أجي سال I2 شي ساوي لل S على V2 هذا ال I2 وال S على V2 عندي V2 أربعمية بس لكن ال S ما عندي شو مطيني بدأ ال S بالسؤال مطينا قايل 5 كيلوواط هاي القدرة المسحوبة للحمل 5 كيلواط شو نحول وال Bower Factor المطيني 0.8 Bower Factor Lagging فش عندي هنا طلاب ال S شي تمثل ال S هنا وعند سالتيار I2 شي ساوي ال S على V2 قايل هاي ال S مجهولة فهنا استخرج ال S أقول S شي ساوي أو بالحقيقة الثواني وش مطيني بالسؤال مطيني باور مطيني باور بالسؤال فبال باور output مطيني القدرة المسحوبة الباور output ال P out من خلال الباور أقدر حسب S فالباور output شون قانون وقلنا باور T V2 في I2 في cosine phi 2 ليش رقب الثنية ثنية ثنية هنا لدي V2 I2 في cosine phi 2 لأن عندي باور output القدرة الخارجة يعني السكندر بجانب السكندر لجانب اللود فهذا هو power output اللي هو مطينياج قيد القدرة المسحوبة بالسؤال خمسة كيلو وات قائل لي القدرة المسحوبة وهذا power factor قائل لي نحمل حث lagging فينا power output V2 في I2 شي مثل لي VOLT بتيار شي مثل S apparent power قدرة ظاهرية فشبق عندي بالقانون power output شي يساوي S في cosine phi2 أو power factor هاي cosine phi2 بش عندي هاني هاد هاد ال S قلنا مجهول علي هاد ال S مجهول فش يقول البعيد ال power output على القريب اللي هو cosine هاي cosine هاي cosine cosine phi2 هاي صغير عندي هاد ال S البعيد ال power output على power factor جغال power output بالسؤال 5 كيلو 5 في 10 3 power فكتر جغال مطنية point 8 فاقسم انا عندي تقسيم بالحاسبة 5 كيلو في 5000 معناها او 5 في 10 و 3 على power factor point 8 ويطلع الناتج 6250 volt ampere هاذي ال S فصلي عندي ال S 6250 V2 جغال 400 اقسم يطلع عندي تيار 15 point 360 ampere هاي 6000 250 على 400 وهي ساوي 15 point 360 ampere هذا ال I2 صليع عندي معلوم ال R02 وال X02 X02 حسبناه هن هذا R02 وال X02 أيضا حسبناها 0.85 وال X02 1.2359 شبوقه عندي ال COSINE وال SINE ال COSINE المطني بور فاكتر قايل 0.8 وال SINE عرفناها 0.8 SINE استخرجناها عرفنا ونستخرج السINE من خلال COSINE تطلع عندي 0.6 هذا وهنا عندك بس ها عندي كله معلوم فجلسا عوض أقول E2 VOLTEET اللاحمة يتمثل لي 400 هذا E2 من السؤال هاية VOLTEET اللاحمة 400 بس أنا شايداني VOLTEET هي للحمل أو Secondary Terminal Voltage فعندي هاذا ال V2 هي المجهولة ناقص ناقص V2 ويساوي لي I2 سأعدي معلوم R02 وال COSINE وال X وال SINE هذا الطرف كله معلوم عندي وهذا الطرف أحاول المجهول بجهة والمعلوم بجهة على الملحسة بال Secondary Terminal Voltage اللي هاذا ال V2 فشاقول هنا عندي هذي عم دخل استخرج هذا الدلتا V استخرج الدلتا V فبالحاسبة شيسا هنا عندي التيار 15 0.63 في افتح قاوس شكادي R02 0.85 0.85 ال COSINE 0.8 زائد 1.2359 في 0.6 0.65 يطلع عندي 22.2 هذا هو الدلتا V فالدلتا V سأعدي معلوم غير يساوي لي ال E2 ايضا معلوم اشقال قلنا 400 بلطية النولود ناقص ال V2 هاي ال V2 رايد هانا مجهولة عندي فش هسوي هاي إشارته ناقص أخلي المعلومة بجهة والنجهول بجهة فهذا الناقص V2 هو مجهول أحولها شي صير صير زائد فصير عندي V2 يساوي شو فقه هنا عندي و هذا الطرف فقه عندي ال E2 هذا الدلتا V شون إشارته موجبة أحولها صير ناقص فصير ناقص الدلتا V فعاوض ال V2 شي ساوي لي ال E2 400 ناقص الدلتا أو الدلتا 22.2 ف400 ناقص اي 400 ناقص 22.2 وهي ساوي لي 377.8 بولت هذا هو second period terminal voltage عند هذا الحمل اللي هو 5 كيلو واط عند power factor 0.8 نلاقي في power factor هذا هنه ال home work اللي موجوده عندكم المنظمة و المحاضرة اللي كترك هذا transformer المحاولة أو المحاولات الكهربائية ها طلاب هنا عندكم هذا ال cosine phi not شون حاولته أو شون استخرج أيضا بالحاسبة قد استخرجها و نظريا أو من خلال ورقة و قلم أو بالحاسبة أسهل عندك بالحاسبة الكاسيو فطلاب هذا ال home work الخاص المحاضرة أو محاضرات المحاولات transformer إلى هنا انتهى هذا الفيديو الرابط هذا تحميل هذا ال home work أو الحل حيكون عندكم موجودتكم في أسفل الفيديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة